بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين في سؤال جالي أنا شخصياً حد قابلني وقال لي يا سيدنا أنا عايز منك حكتين أولاً عايزك تجهز لي مدفن عشان لما أنتقل يبقى لي مكان أنام فيه وعايزك تطمني على الأولاد نجوزهم فالحقيقة أنا يعني عجبني الأخ ده في الشجاع والجراءة بتاعته أنه يعني في طريق حياته حدد لنفسه هدفين كبار جداً يحققهم أنه يضمن لنفسه مكان يرتاح فيه بعدما تنتهي مدد قربته على الأرض والحاجة الثانية أنه الآن على أولاده عايز يجوزهم أولاً عايز أقول على حكاية المدفن ديت نشكر الله إحنا في كنائسنا في هولندا عندنا مدافن يعني إحنا في أمستردام هنا عندنا مدفن تبعنا في أمستردام سنتروم في أترخت كذلك عندهم مدفن في دنهاخ عندهم مدفن خاص بيهم في أيندوهوفن برضو فيه كنيسة هناك ليها مدافن فربنا يديك السحة والعمر وتقدر تروح تحجز مكان هناك وتبقى متطمن يعني أن ليك مكان هترتاح فيه ده أول شق في السؤال الشق التاني حكاية جواز اللي أولاد دوت عايز أقول لك يعني إيه ما تقلقش على أولادنا دول يعني ما تخافش عليهم يعني أولادنا مصرفين نفسهم وهم أنتمين وهم زبطين وهم لسه صغيرين كله أحد مرتب نفسه يعني الولد بيختار له تربع بنات بيقعدين أقيا ترى مين اللي هكمل معاها والبنت بتختار لها عشرة نشر أولاد بتشوفها يعني هتزبط مع مين في الآخر فأولادنا متصرفين ما تخافش تطمن إحنا دورنا عايز أقول لك على نصيحة بقى دورنا مش إحنا نقول لأولادنا يرتبطوا بمين وما يرتبطوش بمين دي مش شغلتنا هم هيختاروا فكويس لما يختاروا يدوك خبر يعني كويس لكن تاخد خبر إيه اللي ابنك هيعمله أو إيه اللي بنتك هتعمله دي حاجة كويسة ووظيفتك إنك تحب والطبطب والدفدف وتساعد وأولادنا الصغيرين دول لازم نساعدهم لازم نقف معاهم لازم أنت أب أو أنت أم فدورك إنك أنت كبير أنت اللي هتقف تخدم وتساعد وتشجع ابنك هو اختار حياته يرتبط بحده حر برافو عليه كويس إنه يختار شريك حياته يعني أنت لو لقيت واحد ولد كويس هياخد بنتك حفظ لك عليها ويخليها بنت مساحية إبطية تيجي الكنيسة وتحبه ربنا تفرح بيه وتشجعه إنما أنا بزعل جدا بعض الأباء يقعد يقول إيه لا الواد ده مش مناسب لا الواد ده معرفش جسمه شكله إيه لا ده شعره ومش عارف ماله لا ده كلام فارغ ما تدخلش في اللي مليكش فيه سيب كل واحد يرتبط بالليجة على نفسه ما تحشرش نفسك في اللي مليكش فيه خليك دور الأب اللي يدفتف ويحب ويشجع ويفرح لابنه إنه هو يرتبط أو يفرح لبنته إنها هترتبط بولد كويس أو ابنك هيرتبط ببنت كويسة يحبزها له من الكنيسة عشان الكنيسة تحافظ على أولادها وتبقى قوية وتكبر حاجة جميلة بس ما تخليش الموضوع ما تقلقش أولادك هيجاوزوا يبقوا حلوين إن شاء الله ونفرح لك بيهم وربنا يبارك في حياتكم وأشكركم كتير ونلتقي في سؤال آخر إن شاء الله